السلام عليكم أهليم فيكم في فيديو جريد أو انطباع جريد للايو اس 14.3 النسخة الجربي الثانية بعد استخدامي لها قرابة أربع أيام الآن أو خمس أيام توقع كافية الآن عشان أعطي انطباع النسخة هذه كبداية بطارية البطارية ممتازة ما شفت فيها أي شيء يعني خصوصا أمس أمس استخدمت الجهاز أكثر مرة استخدمتها من شريط ليفون تحول في برو ميكس في الاستخدام جلس معي مثل ما أشوف استخدمت في الفيستايم أنا أول مرة استخدمت في الفيستايم كده استخدمتها 48% قرابة تسابتين ونص على الفايف جي جهاز ممتاز ما في أي شيء جلس معي مثل ما أشوف تسع ساعات وباقي بطارية برضو فيه يعني ما شحنتها لا بس هذه الأشياء اللي جلست فيها الأول شيء اللي سوت فيها أمس وما اتوقعت ان الفايف جي راح يصمد معي كده يعني ساعتين وشوي وكملت برضو يعني فصلت الجهاز الظهر ما حطت أي شحن إلا تقريبا على الساعة الثنتين وثلاث الفجر يوم يعتبر فاجلس معي ممتازة بطارية أنا اللي كنت تخوف منه ما راح يصمد معي على الفايف جي على الفيستايم خصوصا اني مش خلي أوتو مخلي أون على الفايف جي لكن الحمد لله والله كويس يعني في الاستخدام ده المهم بطارية ممتازة على البيتا الثاني للآن استخدمتها راح نشوف قدام معاكم شلون على الايفون 12 برو مكس الأشياء الثانية راح تكلم لكم ما أحين فيها للأشياء اللي واجهتني أول حاجة واجهتني مشكلة في الفوكس مصورت لكم هنا طبعا مصورها مش لكم مصورها على شان أبل لأنني سويت لها روبورت لحق الفيدباك لكن شوفوا من دل شلون اللي جيت أسوي فوكس يخترب الفوكس وبرضو تحسني تتغير الكاميرا شوفوا كيف الجلتش اللي يجيك ما أدري هالباين عندكم ولا شوفوا كيف الجلتش تحسني تتغير الكاميرا من الكاميرا اللي استخدمها أنا شوفوا تغير الكاميرا الثانية شوفتوا كيف توقع باين عندكم كيف خصة في الأشياء الصغيرة ذي اللي سوي لها الفوكس على 2.5 تحسني كانت تتغير الكاميرا ثانية يبين لكم القلش من الأشياء اللي بيجيكم رحين فوق هنا حس انه يزحف في روح هالكاميرا ثانية إلى الآن ما صار دي الشي لكن الفوكس يلعب طبعا هنا جات بنتي فوقفت فهنا واجهتني مثل ما قدتكم كذا مرة شو كيف؟ هذه الحركة شو كيف؟ طبعا هذه مش بس دي المرة لدرجة أن واجهتني كذا مرة بعدين فتحت الكاميرا وصورت يعني سكرينشوت على الكاميرا بس قبل ما أصور عشان بيين الحركة في 2.5x هذه المشكلة المشكلة الثانية طبعا سويت لها مثل ما قدتكم الريبورت في موقع أبل في الفيدباك رفعت لهم قلتش في الخروج من البرامج يعني مثلا فتحي عن تويتر لجيت أطلع تحس أنه يعلق شوي في الخروج وحيانا أسحب بقوة يفتح لي فتح البرامج هنا في الخلفية فالخروج كذا حيانا يصير دي المشكلة حيانا ما تصيب فمشكلة مثل ما تشوفون مثل ما تشوفون ليش قلت أكد لكم كذا؟ لكن هذا بمشكلة المشاكل اللي عندي إنك إذا جيت أطلع أنا ترى مش ساحب طالع بسرعة يعني ليش التعليق اللي يصير كذا؟ خالق دقيقة أكلمك شوي فهذه مشكلة لو بفتح مكان ثاني وكي طلع لكن إذا حست في المكانة وروحت شوي تمشيت في شيء المكان لجيت أطلع يعلق بدل حركة ليش؟ ما ندري لو منخشينا نشوف الترند مثلا في السعودية منطلع أوكي حلو أحيانا نعلق برضو كلمت أبل ورسلت لهذه المشكلة ونشوف قدام لكن فتحت أنا هنا وتفاجأت أن أبل أتوقع الأسبوع القادم هذا ما رح يكون موظفين يشتغلون عشان يشيكون على الفيدباك اللي رسلناه فلازم ننتظر خصوصا بسبب فماذا ما نشوف أحين من 21 إلى 29 نوفمبر ما رح يشتغلون موظفي أبل فننتظر ونشوف شو بيسوون هل رح ينزل بيت أسبوع هذا ولا ما رح ينزل ما أتوقع لكن نشوف أنهم يرجعون لحق الدوامات حقينهم في 30 نوفمبر فنشوف قدام هذه المشاكل اللي واجهتني بطارية ممتازة الكاميرا كويسة لكن في الفوكس على 2.5 ونشوف قدام تصلح قبل وكل شيء ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في الغناء واشتراك وحسابي سنبتشات شارف وضواتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني مثل دعاكم وليتكلمت رح تنزل النسخة هذي ريضين توهسي يعني متوقع في نصف ديسمبر ان شاء الله تنزل بحق الكون السلام عليكم اشتركوا في القناة